اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة نفتح الابواب والنوافذ لاستقبال ارائكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم كل ما من شانه ان يساهم بشكل او باخر في تطوير القطاع الصحي في امارة دبي بشكل خاص ودولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام اذا ارقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد اربعة واحد اربعة او عن طريق الرسائل النصية على الرقم اربعة صفر صفر ستة وايضا حتى الان متواجدين فقط عبر حساب هيئة الصحة بدبي في الانستغرام على بث مباشر اللي هو dha underscore dubai dha underscore dubai اذا في هذه الاثناء ايضا اعتقد انضم لنا عبر الهاتف في هذا اليوم الصباحي الايجابي معانا الزميلة اسمه الجناحي صبحت الله بالخير اسمه صبحت الله بالنور والسعور وخي محمود عاد اليوم اسمه انا بروحي في الستوديو فعطيني طاقة ايجابية لان دكتور الندى مموجودة فالطاقة الايجابية شوي خفت هل ما نقول يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين صحي صحي رسالتنا اليوم اخوي محمود تتكلم عن وجبة الافطار وجبة الافطار تعد من الوجبات المهمة فهي تقيك من السكري امراض القلب وضعف الذاكة وزيادة الوزن في واي ناس يهملون وجبة الافطار اخوي محمود لكنهم ما يعرف اللي يبا يضعف مثلا لكن وجبة الافطار استاعد في تخطيف الوزن استاعد مرضى القلب ساعة في الواحد يعني يمنتين السكري عنده فهالاشينا سيجهلها عن وجبة الافطار وجبة الافطار غير هات عدل الموت صحي شو مسوي لنا الريوق اليوم في القسم يبيلنا شي لا لا ماشي ريوق ماشي ريوق زي زيت خبر يا سو غير هذا نحكي اننا حاطين امش بعض النصائح اليومية اللي احنا نحطها في حساب هيئة الصاحب الزي عن الاهتمام بكبار السن نتمنى من الجميع ان يزور صفحتنا ويشوف الانفوغرافيكس اليومية اللي نحن نحطها غير مقاطع صحة وسعادة اليومية انا في الحساب وحساباتنا هي تويتر ونستقرام سنابتاب ريسكوب دي دي اش اي اندرسكور دبي فيسبوك يوتيوب ولنكبين هو دبي هو دبي أو هاي احب دبي جميل اليوم الاثنين بعد بكرة بتكون عندنا العيادة الذكية اسمه حددتوا الموضوع مع الاسبوع هذا العيادة بتكون عن امراض العيون ومنه يصادف اليوم العالمي للجليكومة المياه الزرقاء اللي بتكون بيصادف لو يصادف اليوم امس يوم امس لا فاحب نتكلم عنها في عيادة السن جميل جدا اسمه بقرة خبرة اتمنى تسمعينا قلت دراسة تكشف عن صفات الرجال المعرضين للصلاع مبكرا فانا بخليك الحينة وسمعي هاي الدراسة لان ايمن سرحيل كان معانا في الاستوديو ومو مخرجنا اليوم اليوم مخرجتنا ميتة بنبيات لكن ايمن يهم هذا الخبر بعد كذلك شكرا لتجسمه الجناحي وكل التوفيق شكرا جزيلا طبعا على الانستجرام بعد دخلت معانا دكتورة ند المل تقول انا معاكم عبر الانستجرام شكرا لتجسمه الجناحي وكل التوفيق الصحة تبدأ من هنا زورونا طيب هلا زي ليش معصب هلا واحد يقوله شيء ومستانس ليش يا دكتورة افتقدنات الصحة للجميع شكرا لكم الله يعطيكم العافية طيب يقولكم يا جماعة الخير دراسة تكشف عن صفات الرجال المعرضين للصلاع مبكرا شو تقول هذه الدراسة تقول اشار العلماء الى ان الرجال قصار القامة اكثر عرضة لفقدان الشعر في سن مبكر هذا وقد اجرى علماء من جامعة بون مجموعة من الابحاث اظهرت ان الجينات المسببة لقصر القامة هي نفس الجينات المسؤولة عن الصلاع المبكر وشملت الدراسة الوراثية 11000 رجل ممن يعانون من تساقط الشعر المبكر و12000 رجل لا يعانون من تساقط الشعر واوضحت الدراسة ان الجينات المسؤولة عن الصلع وقصر القامة هي ذاتها المسؤولة عن انتاج هرمون التستوستيرون التستوستيرون اعتقد شي اسم دائما خربط المهم هذا هو هرمون الذكورة معروف نحن نسميه هرمون الذكورة اللي يسبب زيادة افرازه تأخر النمو في مرحلة المراهقة المراهقة وتساقط الشعر شعر الراس في وقت المبكر حد منكم يعني اللي طولهم كم قصر القامة عادة في علماني قصر القامة يعني يمكن اطلع قزم عندهم ما حدده بالطول لكن هذه الدراسة تقول قصر القامة فاعتقد يعني ان شاء الله ان شاء الله تكون دراسة خاطئة وتكون سريمة لكن دائما هي الدراسات موجودة على اساس انها تعطينا مؤشرات بشكل او باخر عن الكثير من الامور في شغلة ثانية يا جماعة الخير وقرائكم هذا الخبر يقول لك كبسولة الكترونية تقييس مؤشرات الجسم ابتكرة باحثون كبسولة الكترونية تحتوي على مجسات لقياس مؤشرات الجسم الحيوية وجمع معلومات طبية عن الجهاز الهضمي وارساله في الحال الى الهواتف الذكية الكبسولة التي اطلق عليها سيلفر بولت تشحن طاقتها من احماض المعدة طبعا عندما تتفاعل مع بطارية بطارية ليمون تحتوي على حامض الستريك لتبدأ بالشحن عند ملامستها لطرف الكبسولة المصنوع من معدن الزينك قال الباحثون في معهد ماساشوستس ما ادري بلاي اليوم ساني تجي المستوي زين لصحيفة الديلي ميل الديلي ميل البريطانية ان هذه الكبسولة يمكنها المكوث في الجهاز الهضمي لأسابيع وترسل خلالها معلومات دقيقة عن الحالة الصحية وكان قد تم تجريب هذه الكبسولة التي يبلغ طولها ثلاثة سنتيمتر يعني على الخنازير وانتب كرامة بشكل ناجح بينما يتم العمل حاليا على نسخة اصغر حجما تصل لسنتيمتر واحد لتصبح ملائما للجهاز الهضمي للانسان وصممت الكبسولة بشكل يمنعها من احداث انسداد في القنوات الهضمية ويأمل الاطباء ان يسهم تناول الكبسولة مرة شهريا في طريق وصف العلاج للمرضى حسب تطور حالتهم يعني تخيلوا يا جماعة الخير أنا براويكم الكبسولة اللي موجودين معانا على الانستغرام لايف ممكن يشوفونها براويكم إياها كيف شكلها هذه زين اللي موجود معانا على الانستغرام لايف ممكن يشوف الكبسولة كيف شكلها تخيلوا يا جماعة الخير باتشر بهذه الكبسولة الواحد لا يحتاج فحص دم لا يحتاج يعني وايد أمور ما ما نحتاج نسويها وممكن نتطمن على صحتنا من خلال هذه الكابسولة فشو رايكم أنتو أعتقد العلم في الصحة بالتحديد يمشي يعني بشكل وايد قوي يسعد صباحكم لو سمحت عندي سؤال بعيد عن الاختصاص بس إذا في مجال للإجابة الله يجزيكم الخير ابني عمر 15 سنة والله يكرمكم يعني أنتم بكرام يبول مرة وحدة في الصباح وممكن مرة بالليل ولا يشرب كميات سوائل معتدلة شو السبب؟ طيب أنا بحول السؤال على طبيب قراح بيكون معايا بعد الفاصل ولوب الناس يدويها الدكتور فهد باصليب بيكون معانا ما نتحدث عن كثير من الأمور خارج تخصصة لكن بعد تعرفون الحد دكاتر عندنا يعرفون كل شي مفروض فأي سؤال بتسأله لازم يجاوب ففاصل مستمعينا بعد الفاصل راجعين صحة وسعادة صعد الله وقات لكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعاتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي قبل الفاصل قلنا نحن بيكون معانا الدكتور فهد بصليب الدكتور فهد بصليب استشاري ورئيس قسم القلب في مستشفى راشد صباحك الله بالخير دكتور صباحك الله بالنور يا محمود وشكري على الاستضافة هذا سامحنا نحن اليوم لدينا سؤال في بداية قبل الفاصل قلنا ما نجاوب عليه بعد الفاصل ما أدري ويمكن مش تخصص بس ممكن أنتو كطباء يعني دائما نقول تعرفوا ما شاء الله في أكثر من تخصص تاخذون الأمور بشكل عام ممكن تجاوبون على هذا السؤال فهي كانت تتحدث المتابعة تقول أن عندها ولدها يعني عمره 15 سنة دكتور وانت بكرام يقول مرة واحدة في الصبح ويمكن مرة في الليل وما يشرب سوائل فسؤال معتدل تقول شو السبب طبعا هذا في خارج نطاق تخصصي بس بجاوب عليه بصورة عامة طبعا هي عطت الإجابة ضمن السؤال صحيح ذكرت أنه ما يشرب سوائل كفاية فطبعا مثلا ما تعرف الجلة هي عبارة عن فلتر فإذا ما في سوائل في الجسم فطبعا كمية البول وانت بكرامة رح تطلع قليلة جدا لأنه يحاول الجلة تركز الكمية لا دكتور هي عدلت هنا تقول عفوا يشرب كميات كافية من السوائل تقول اي فإذا يشرب كميات كافية من السوائل هنا عاد يبغي ليعمل فحوصات عامة يعني مثل تحليل البول وبعض التحليل العامة حتى لا يكون هناك فيه التهاب أو شيء من هالقبيل فننصح أنه على الأقل يراجع طبيب الأسرة في البداية لإجراء الفحوصات المبدعية طيب في الأسئلة الخاصة بأمراض القلب ما خليها شوية جماعة خير نتكلم عن أن مدينة دبي فازت بحق استضافة المؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية 2018 طبعا هذا الكلام بعد منافسة قوية تفوقت فيه على كل من سنغافورة كيبتاون وكوريا ويشارك فيه هذا المؤتمر نخبة من القيادات والكبار المسؤولين وصناع السياسات الصحية في العالم فضلا عن حضور ما يقارب أكثر من عشرة آلاف عالم وخبير وطبيب يمثلون مختلف دول العالم نحن اليوم نتكلم مع الدكتور فهد حول هذه الاستضافة وماذا تعني والفرص اللي يمكن الواحد يستفيد منها يعني وايد أسئلة عن هذا المؤتمر لكن دكتور أطنا في البداية إذا ما عليك مارا يعني أهمية هذا المؤتمر والمستوى الحضور اللي في يعني عشرة آلاف عالم حول العالم يتواجدون هنا في إمارة دبي هذا مبلغ هذه يعني حضور ضخم جدا في مؤتمر واحد طبعا هذا مو بغريب على دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي خاصة أن تفوز باستضرافة مثل هالمؤتمر وهاي يرجع للنهضة الشاملة التي تعيشها الدولة وخاصة في دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي طبعا الفوز أول شيء باستضافة هذا المؤتمر الكبير على مستوى العالم يعتبر إنجاز كبير ومو بوليد الصدفة طبعا يعني هناك مميزات كثيرة أو مزايا كثيرة جعلتنا ننفوز بالاستضافة من ضمنها مثل ما قلت النهضة الشاملة السمعة الطيبة البنية التحتية الموقع الجغرافي يعني أنت لما تستضيف مؤتمر بهالحجم عشر تالاف محتاج بنية تحتية قوية من ناحية الطيران سهولة الوصول من مختلف دول العالم إلى هذا المؤتمر إلى دبي طبعا الحمد لله شبكة الطيران الموجودة الخطوط شبكة المواصلات الأرضية الموجودة المترو الموجود الفنادق والمزايا الموجودة اللقاعات الاجتماعات طبعا بيكون في مركز التجارة العالمي فهذه كلها مزايا يعني تساعد على استضافة مثل هذا المؤتمر بالإضافة إلى السمعة الطيبة للخدمات الطبية وخاصة في مجال القلب يعني طيب دكتور يعني هذه بالنسبة للمقاومات التي تملكها إمارة دبي ولكن القيمة 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 الجانب العلمي ذي هذا المؤتمر تكلمنا عن نوعية جلساته محاضراته طبعا المؤتمر يعني احنا في طور الإعداد له وقمنا بتشكيل اللجان العلمية مع منظمة القلب العالمية منظمة القلب العالمية أو التحر القلب العالمي ففي اللجنة التنظيمية والتي أتشرب برئاسة وفي اللجنة العلمية وهناك خبراء على مستوى العالم على مستوى المنطقة وعلى مستوى الدولة مشاركين في هاللجان ورح يتفرع يتفرع منها لجان فرعية كذلك للتحذير لها المؤتمر فبدأت التحذيرات فعليا لها المؤتمر طبعا نتوقع أن يكون هناك أكثر من 200 جلسة علمية طبعا المؤتمر راح يكون على مدى أربعة أيام مثل ما اتفضلت عدد الحضور نتوقع بين الثمانة آلاف والعشر تالاف بين طبيب وعالم وتمريض وفنيين وصناع قرار كلهم راح يناقشون أمور القلب من كافة النواحي مثل ما قلت لك أكثر من 200 جلسة علمية فوق الألف محاضرة راح يكون في ورش عمل مصاحبة وكذلك معرض كبير راح يكون مصاحب لعرض آخر التطورات في مجال القلب والأوعية الدموية طبعا راح يناقش المؤتمر كل ما يتعلق بأمراض القلب من الوقاية التشخيص العلاج مرحلة ما بعد العلاج وإعادة التأهيل راح يناقش سياسات كثيرة كيف ممكن نحد من أمراض القلب اللي هي السبب الرئيسي والأول للوفاة في دولة الإمارات وفي العالم أجمع فهنا مثل هذه المؤتمرات طبعا بالإضافة إلى الجانب العلمي والناس اللي داخل الدولة راح يستفيدون والمشاركين راح يستفيدون لأنه راح يكون في عرض لآخر الأبحاث عرض لآخر التجارب فهنا فيها تكون استفادة كبيرة حق الناس اللي في المنطقة أوكي أنه شو توصل فيه العلم راح يييهم أكبر العلماء اللي يقرون عنهم في الكتب ويشوفونهم في المؤتمرات راح يكون متواجدين على عرض الدولة إن شاء الله دي سور أنا برجع لموضوع استضافة دبي يعني أنا متأكدين أنك المقاومات اللي ذكرتها أيضا دبي تستحق استضافة مثل هذه المؤتمرات ولكن أريد أن أتكلم عن حيثيات هذا الفوز يعني ليش فازت دبي بحق الاستضافة هل كانت في منافسة قوية بينها وبين المدن الأخرى شو اللي سويتوا بالضبط يعني عشان تصدفون مثل هذا المؤتمر طبعا استضافة طبعا المؤتمر هذا أخوي محمود يعقد كل سنتين ولأن اسم المؤتمر العالمي للقلب فما مقصور على دولة معينة كل سنتين يكون في دولة وكل دولة تقدم ملف للفوز بالاستضافة يدخل فيه مرحلة تنافسية فملفنا كان يعني كانت هيئة الصحة مع دبي للسياحة ومع جمعية القلب الإماراتية قدمنا ملف كان ملف قوي جدا بناء على قتلك على المقاومات اللي موجودة عندنا بالإضافة أننا احنا تشرفنا بالفوز بتنظيم هذا المؤتمر في 2012 صحيح هذه الثاني ثاني مرة بتستضيفة ثاني مرة في وقت قصير يعني هذا بعد إنجازه بروحه أنه يرجع المؤتمر في وقت أقل في هذا الوقت يعني يعتبر إنجاز كبير فهي كان بعد خمس سنوات ما شاء الله 2012 ورد 2018 يعني خلال خمس ست سنوات إحنا بيرجع لدبي إن شاء الله طبعا هم يعني يقول لك ما بتعرف قدري إلا إذا تجربت غيري يعني أزاي فالجماعة عقب ما استضافناه في دبي كان في أستراليا في 2014 وبعدين راح على المكسيك في 2016 طبعا عدد الحضور كان يعني صار هبوط يعني بشكل حاد في عدد الحضور أزاي لأنه كان في دبي الحضور فوق العشر تالاف في 2012 ماشاء الله أزاي فلما راح أستراليا الحضور ست تالاف راح للمكسيك نزل عدد لأربعة تالاف يا حليلهم أي فأحنا لأنه أنتوا سويتم صدمة في التقديم فأحنا يعني كان وطبعا هذا كان رقم قياسي على مستوى هذا المؤتمر عدد الحضور فأحنا كان هذا سهل من الفوز طبعا لأنه أردي هم مجاربين الاستضافة السابقة وكيف كانت ناجحة فذلك تفوقنا على دول يعني لها باع طويل مثل سنغافورة وكوريا وجنوب أفريقيا يعني لهم باع كبير في تنظيم المؤتمرات وفي البنية التحتية كذلك ولكن ساعدنا اللي هو التجربة السابقة كذلك اللي كنا الحمد لله نجحنا في في تنظيمها ولله الحمد وهذا توفيق من رب العالمين ودعم القيادة يعني تعرف أنتوا سببتوا لهم شي صدمة في التنظيم فراحوا مكان ذاني فنصدمك بس بناحية سلبية بناحية سلبية ويمكن دكتور أنا بعد يعني ما بين ما بين اختيار استراليا والمكسيك كمنطقة جغرافية يمكن دبي تقع في نصف العالم يعني تقريبا فمنطقة ممكن يفد إليها الكثير سواء اللي في أمريكا ممكن إيها اللي في استراليا ممكن إيها واللي في أوروبا وآسيا واليوم ما شاء الله خطوط طيران خاصة خطوط طيران محلية إن كان طيران الإمارات ولا طيران للاتحاد يعني عندهم خطوط مباشرة إلى يعني أقاص الأرض شرقة غربها شمالها جنوبها فأي مشارك يحب يحضر يعني الخطوط مباشرة وإحنا في منتصى في العالم صحي أنا برجع للحديث عن المؤتمر هذا الدكتور بعد الفاصل ولكن بما أن نحن بدأنا الحوار معاك بسؤال يعني طبي يمكن ما كان فيه تخصص كويت لكن ما شاء الله يترى مجموعة السلة على هذا الموضوع ما أدري إذا تقدر تجاوب عليها قبل أن نطلع فاصل مع المستمعين زين ما تقدر دكتور نحول المختصين وإن شاء الله نسوي حلقات خاصة عنها يقول صباحكم صباحكم الله بالخير هل المياه المعدنية صحية مية في المية في هناك المياه الخاصة مستوى الصوديوم قليل فيها إحنا ننصح فيها طبعا طيب يقول أنا في بولي يطلع مثل قطعة بيضة نفس القطن بس أشرب ماي هل الأدوية لها دور أنا آكل دور الروماتيزم والقلب وعمري تسع وثلاثين سنة أظن يا أخي محمود لو دخلنا في هالأسئلة ما بنتطلع حلنا نركز اليوم على القلب نزين ولكن مثل هالأشياء أنا أشوف الأفضل مراجعة طبيب العسرة أزيدك بعد يعني هذا السؤال يمكن مو الموالك العلاقة يقول عندي كلف حمل من العشر سنوات استخدمت فايد كريمات بدون فايدة شو الحل يلا جاوب دكتور الرجل طبيب قلب عندنا يا جماعة الخير اليوم عموما نحن دكتور ما زلنا طبعا هذه الأسئلة نحن ما من نهملها يا جماعة الخير إن شاء الله مستمعين الكرام اللي طرشون هذه الأسئلة ونخصص حلقات خاصة عنها ونحاول أن نتواصل مع الأطباء اللي ممكن يجاوبون عليها اليوم يليت دكتور لدها كانت موجودة معانك ممكن ترد علينا بالنسبة لهذه الأسئلة عموما ما نطلع فاصل وبعد الفاصل ما نرجع نستكمل حديثنا عن هذا المؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية 2018 مؤتمر ضخم جدا تستضيف إمار دبي للمرة الثانية في أقل من عشر سنوات يعني تقريبا في ثمان سنوات وهذه ما صارت في التالي وفي أسباب كثيرة لهذه الاستضافة ولكن بعيدا عن المقاومات الخاصة في إمارة دبي سوف نتحدث عن الجانب العلمي لهذا المؤتمر وأيضا نفتح المجال اللي عنده بعض السفسارات عن أمراض القلب الوقاية وعلاجها فاصل وراجعين صحة وسعادة صاد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معانا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج أن تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي قبل الفاصل توقفنا للحديث عن المؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية 2018 والذي سيقام إن شاء الله في إمارة دبي والذي يشارك فيه أكثر من يعني متوقع عشرة آلاف عالم وخبير وطبيب حول العالم بيون إمارة دبي اللي طرح العديد من المواضيع العلمية في هذا المجال ولكن قبل لنرجع للحديث عن هذا المؤتمر طبعا معنا فلسولي دكتور فهد باصلي باستشاري ورئيس قسم القلب في مستشفى راشد دكتور كانت هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة تتحدث عن الكثير من المواضيع لتهم القلب خلينا نجاوب عليها وما نرجع للحديث عن المؤتمر ويمكن في حجزة تبعدتين أسئلة أكثر يقول أحس ساعات ضربات القلب غير منتظمة أنا ما أفحص بس هو شعور مؤقت وخلاله أحس بالتعب طبعا ضربات القلب ناس كثير يحسون بنوع الخفقان والرجفان والرفيف في حالات كثيرة في حالات مرضية يجب إجراف حصات مثل تخطيط قلب أو تخطيط القلب لمدة 24 ساعة نشيك عن نسبة لهم القلوبين إذا في فقر دم الغدة الدرقية أو أمراض المعدة خاصة خاصة الارتجاع المريئي هاي الأسباب المرضية بالأضافة إلى من أحد الأسباب المرضية اللي هو زيادة في كهرباء القلب ولكن أكثر الأشياء نشوفها هو نمط حياة إن كان تدخين أو الكثر من شرب المنبهات الكافيين اللي كان في الشاي والقهوة أو المشروبات الغازية وطبعاً الشباب حين بالمشروبات الطاقة هاي هاي بروحها بعد تسبب الأشياء هاي قلة النوم هاي أمور وفي بعض الناس اللي هو عندهم الاسترس أو القلق الشديد فممكن يسبب هالأشياء فممكن مراجع الطبيب وإجراء الفحوصات البسيطة في البداية يعني واحد يسال شو أسباب بنغزات القلب اللي تيب فترة وفترة دكتور طبعاً إذا هي نغزات مثل الشكة بثواني هذه هذه أغلب الأحيان تكون عبارة عن غازات وليس حالها ما منها مشكلة يعني اه نعم نزيل أحس احنا احنا واحد يتكلم ما نخلص عن المؤتمر يقول احنا نبقى المواطن البسيط يعرف عن كيفية حماية نفسه من أمراض القلب وبس تقام المؤتمرات تثقيف المواطن البسيط لازم يكون الهدف من هاي المؤتمرات دكتور شو رأيك؟ طبعاً أنا أعيد السؤال هذا سؤال جميل وسؤال في محلة وهذا طبعاً بعد من الأشياء اللي سويناها في 2012 طبعاً الدول لما تنظم مؤتمرات تهتم بالجانب العلمي للمؤتمر وهذا جانب زي لأن أنت تغني الطبيب والممرض والفني بالمعلومات وهي يرجع مردودة على الناس يعني صحيح إذا زاد مستواهم العلمي ولكن احنا نحرص على الجانب الوقائي والقيام بحملات حتى أن العامة يشاركون وهي شيء عملناه في 2012 على فكرة قمنا بالتنظيم يعني حملة كبيرة على عدة مراحل وأذكر أنه سوينا في حديقة زعبيل حملة توعوية وبديناها مع أطفال المدارس وأطفال الثانوية وكان فيها أشياء تثقيفية من ناحية الغذاء الرياضة الأشياء هاي وكان في هذه السنة عملنا على عدة مراحل صناعة أكبر قلب من الأوراق القابلة للدوران يعني جميل فهذه كان فكرة حلوة أمراض القلب والأوعية الدموية ونزور هالأماكن ونقوم بحملات توعوية بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الكوليسترول السكر الوزن كتلة الجسم وهناك طباء مختصين في القلب والتغذية يكونوا مصاحبين في هالحملات فهي تكون دايما على مدى السنة ولكن طبعا خلال أيام المؤتمر رح يكون فيه تكثيف لهالأشياء لأننا نبغي العام ما يشاركون جميل دكتور هذا السؤال وايد مهم يقول واحد اسمه A&A مسعف يقول خلي الدكتور يتكلم عن نصايح الرياضيين اللي يستوي عندهم تضخم في القلب ويؤدي إلى وفاتهم زي ويعطيكم العافية على المجود بالفعل دكتور أحيانا نحن نقول الرياضة يعني وايد مهمة بالنسبة لي عملية أن الواحد يحافظ على الصحة يحافظ على قلب كذا لكن ببعض الأحيان يعني شخص وغير شفناها يعني إنسان رياضي معروف عنه رياضي ممكن يكون لعبنا يلعب في منتخب يلعب في كذا تيسكت قلبية أو عندها مرات في القلب أو كذا فكيف طبعاً طبعاً في شقين لهذا الموضوع الشق الأول إحنا طبعاً ننصح أن الناس الرياضيين قبل المشاركة في هالأمور يكون عندهم كشف مبدعي الأقل لو تخطيط قلب وفحص كلينيكي يعني لأن هناك في عيوب خلقية أوكي في الجسم أوكي أو في القلب في عضلة القلب وهي أشياء نادرة نحن نتكلم واحد في العشر تالاف أو شيء تقريباً فممكن يكون هذا الإنسان الرياضي عندها الشغلة يكون فيه مثلاً تضخم في عضلة القلب تضخم مرضي طبعاً هزين فهي الأمور يعني إحنا حتى مع الأندية نسقنا قبل أن يكون فيه فحوصات حق اللعيبة من ناحية كلينيكية وهيستري خاصة إذا حد عنده في العائلة في اللي هو الوفاء المفاجئة نتيجة أمراض القلب في سن صغير فهذه للناس ناخذهم على محمل الجد هزين فهذا هذا شق واحد في الشق الثاني اللي الناس ناس رياضيين هزين فيجهد عمره فوق اللزوم أوكي هذا احنا طبعاً كل شي فيه اعتدال إذا هذا القلب بتجهده أكثر من اللازم أنت تخيل عندك سيارة هزين وضار منها فل سبيد على طريق شرط هذاك اللي عنده المبرغين وتم يعطي يعطي لي ما حرق لي ما حرق المكينة فهنا طبعاً فيه يعني القلبك عليه حق جسمك عليه حق يعني ومن راحة وهذا فإذا فإذا أنت بتجهده فوق طاقته أكيد بيؤدي إلى فشل في النهاية يعني طيب ما أسباب انتشار الأزمات القلبية ذكرتها دكتور أنت من شوي خلنا نعيد بعد بشكل سريع والله يشوف السبب الأكبر نمط حياة نتكلم عن أسلوب حياة للأسف أسلوب الحياة اللي موجودة حينه انتشار التدخين بشكل كبير بين صغار السن السمنة عدم الرياضة بالإضافة إلى همال الكشف الدوري يعني طيب دكتور خلنا نرجع للحديث عن المؤتمر شوي بس ما نوقف عن سلة المتابعين والمستمعين يقول لك دكتور نحن نتكلم عن المؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية 2018 اللي نضمولنا على السمع حاليا هذا المؤتمر دكتور نعيد بس نذكر المستمعين بأهمية هذا المؤتمر وأيضا خلنا نتعرف على شركاء هيئة الصحة في تنظيم هذا المؤتمر طبعا الفضل يعود في استضافة هذا المؤتمر يعني بعد توفيق من رب العالمين إلى شراكة استراتيجية بين هيئة الصحة بين دبيل السياحة مركز دبيل التجارة العالمية جمعية القلب الإماراتية تضافرت الجهود في تقديم ملف قوي بالإضافة إلى البنية التحتية والمقاومات وذكرناها سابقا الموقع والأشياء والله يديم علينا إن شاء الله فهذه الأمور كلها هاي ساعدت على الترويج للملف والفوز في ظل منافسة قوية من دول لها باع كبير طبعا الاستفادة بتكون استفادة كبيرة حق الناس اللي موجودين في الدولة أنا أتكلم عن الطاقم الطبي من الطباء تمريض فنيين ما في الدولة الإمارات في منطقة الخليج طبعا أنه رح يكون لهم اتصال مباشر مع أكبر علماء القلب اللي رح يكونون موجودين على أرض الدولة خلال هذه الأربعة أيام بالإضافة إلى المحاضرات وراش العمل المعرض المصاحب فبيكون فيه نقل العلم وانتشار العلم بين الكادر الطبي هذا واحد يسأل يوضي في الحلقة دكتور جراحة قلب هذا الدكتور واحد من أفضل الدكاثر على مستوى العالم يقوم بتدريب الطباء يعني على مستوى العالم دكتور كانت هناك العديد من ورش العمل اللي انتوا سويتوها كنقل لعمليات موجودة على مؤتمرات عالمية من مستشفى راشد ويحضرها تقريبا الطباء كثار في هذا المجال من خلال هذه الورش أنا بغير تكلم عن هذا الموضوع دكتور يعني بعض الأشياء اللي انتوا سويتوها ما انتوا شو تسمونها ورش ولا تسمونها انتوا محاضرات في الطب يتم نقل العمليات وانتوا تقوم بتقديمها وتدريب مجموعة صارت في فرنسا وين آخر مرة سويتوها أمريكا أمريكا ومصر ودولة الإمارات بعد جدا خلنا نتكلم عن التقنيات الموجودة حتى في مستشفى راشد طبعا أوشي للتصحيح أنا طبيب قلب جراح طبيب قلب وقصطرة قلب يعني ما في ما نشك صدر ما فيها بس قصطرة بالقصطرة نعالج انسدات الشرايين أو الصمامات وطبعا طبيب قلب طبعا لله الحمد يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى وجهودة الفريق اللي موجود في طريق القلب اللي موجود في مستشفى راشد وروح التييم وورك اللي موجودة يعني قمنا ب أوشي في هناك بعض الأطباء اللي أتونا إلينا إلى داخل القصطرة للتدريب من مختلف دول العالم ومثل ما تفضلت عمليات البث المباشر أو النقل المباشر العمليات تكون نقل حي لهذه العمليات وهي عمليات القصطرة مو بالجراحة إلى كبرى المؤتمرات العالمية كان في فلوريدا في أمريكا أظنني في سنة 2015 في 2016 كان الحدث الكبير اللي هو النقل مباشر إلى القاعات الرئيسية في مؤتمر القصطرة الأوروبي قال حضور يناهز العشرين ألف شخص طبعا طبعا الحضورة لما تكلم تكلم عن طباء يعني لهم ضاع كبير خباراء يعني كنا نتكلم عن تقنيات والمخترعين التقنيات موجودين على في المؤتمر موجودين على البانيل على الستيج يعني فهي تكون مباشرة يكون فيها نوع تعليمي حق الحضور من ناحية كيف عمل تقنيات معينة كان فيها القصطرة التفرعية زراعة الدعمات قابلة للذوبان استخدام الاو سي تي أو اللي هو جهاز استخدام الفايبر أوبتيك في النظر إلى الشرياء من داخل وكيف تثبيت الدعمات وتم شرحها هاي خطوة خطوة يعني حق الحضور والحمد لله لاقت استحسان كبير وكان عدنا لمصر بعيد وكان عدنا لمؤتمرات عالمية في دبي هنا وإن شاء الله يعني يعني لاقت استحسان ويكفي أن المؤتمر العالمي في باريس وضعوا الحالات اللي عملناها في المكتبة الطبية مالهم كحالات تعليمية أنا بتكلم عن هذه الحالات دكتور لأن بالفعل أنت الفترة الماضية كنا نتحدث في أكثر من شغل لأن عمليات خاصة بالقلب وكذا كانت قبل يمكن لسن معين الآن بدت تنزل تدريجيا تسوين عمليات لشباب صغار في السن لكن قبل هذا دكتور بس واحد يقول هني أبغرد على المسج وكان يتكلم طيب سؤال الاكتئاب المستمر هل يسبب أمراض القلب نحن نخصص حلقة كاملة عن الاكتئاب سؤال الوغزات اللي تصير في القلب هاي جوابنا عليه دكتور قال ممكن تكون غازات وممكن إذا كان شسم لكن دكتور الآن يعني السن اللي وصلوا له مرضى القلب اللي يسوون قسطرة واللي يسوون كذا يعني أحيانا نسمع يعني أعمار صغيرة ووحدة من العمريات اللي حطيتوها كانت لي شاب صغير فلسا ما تذكر كم عمرة 22 كان فيه منتصف الثلاثينات تقريبا وفيه 21 سنة أظن فيه طبعا فيه عندنا فيه ناس فيه أعمار منتصف العشرينات طبعا حرام يعني يعني هاي شيء للأسف فإحنا نشوفه في منطقتنا ومثل ما تحدثنا قبل أن أذكر في المتمر الصحفي أخوي محمود سألتني إذا فيه سجل صحي أو بعض ففيه عندنا سجل صحي لأمراض شرايين التاجية على مستوى الخليج اللي هي غلف ريس دراسن عملت ونشرناها في مجلات علمية يعني مثل معدل العمر اللي يصاب فيه مرضانة أصغر من مرضى أوروبا وأمريكا بعشر إلى خمسة عشر سنة معدل رقم كبير رقم كبير يعني إحنا كنا يعني كنا في أمريكا وكندا كنا نشوف يعني مواحد عمره خمسين يدخل المستشفى بجلطة في القلب يقولوا بعده صغير وهذا فإحنا نشوف يعني ناس هنا في العشرينات يعني أنا كنت عمناه في هالويكند فزكروني على مريض عمره 29 سنة مصاب جلطة قلبية فطبعا هنا يعني هاي الأعمار نشوفها لما نعرض هالحالات على الناس في برا يعني يستغربون كيف أن عندكم ناس في العشرينات في الثلاثينات طبعا التدخين المشكلة نمط الحياة مثلا ما ذكرت خوي محمود التدخين 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 السمنة يعني حين قمنا نشوف نسبة السمنة في أطفال المدارس 30% يعني نسبة مرتفعة ازاي قلة الحركة ولكن الحمد لله حين بدأت يعني بعض المفاهيم تتغير عند الناس بدأ مفهوم الرياضة المحافظة على الوزن فيه وعي ولله الحمد إن شاء الله بإذن الله يعني نرجع نقول أن السبب الأول للوفايات هي مراض القلب نعم للأسف على مستوى العالم يعني يكفي أن واحد من كل أربعة يتوفى في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة أمراض القلب الأوعية الدموية وطبقا لمنظمة الصحة العالمية إلى سنة 2030 رح يظل السبب الرئيسي للوفاة هو مراض القلب الأوعية الدموية إذن ودخلت الجهات العالمية وهي السبب حين في المؤتمرات العالمية يعني أذكر في سنة 2011 منظمة الصحة العالمية قامت بتنظيم قمة على مستوى الرؤساء في نيويورك في المهم المتحدة ل وضع سياسات للحد من انتشار هالأمراض يعني الناس عندها فكرة أن مثلا حوادث السيارات أو الكانسر أو السرطان هو السبب لا أمراض القلب أكثر يقول الله يبعد عنه وعنكم من الأمراض أمين يا رب دكتور أرجعني أنت تتكلمت عن المؤتمرات هذه تستعم بشكل كبير في عملية مناقشة معظم القضايا اللي تخص القلب يا ترى شو اللي تتوقعون من نتائج لهذا المؤتمر القادم في 2018 اللي بتصدي فيه ماردوي طبعا بالإضافة إلى نشر المعرفة بين الطباء والكادر الطبي طبعا هذا المؤتمر أخوي محمود لا يخلو من عرض دراسات حديثة سوف يكون لها تأثير على صحة القلب بالإضافة إلى صناع القرار رح يكونون موجودين رؤساء الجمعيات العالمية رح يكونون موجودين إن كان حتى من السكرية أو الجلطات الدماغية رح نستضيفهم ورح نعمل على عقد اجتماعات يعني فرعية لعمل على الخروج باستراتيجيات للحد من انتشار أمراض القلب طيب دكتور آخر سؤال من أخذه من هل الإرهاق وضغط الحمل مستمر خاصة للأعمال الميدانية احتمال سبب جلطات قلبية مثل ما قلنا دائما الجسدك عليك حقا يعني فأي شيء يعني فوق حد أو العمل على فوق طاقة الجسم رح يأثر بما دود عكسي مو بس على القلب على جميع عضاء الجسم جميل دكتور هذا المؤتمر ما شاء الله ندش موضوع ونرجع للمؤتمر المؤتمر هذا دكتور كيف يعني سيساهم في تعزيز السياحة العلاجية وهذا التوجه اللي تتوجه له إمارة دبي طبعا هاي فرصة لعرض أحدث التطورات اللي موجودة في دبي طبعا رح يكون في منصة في المعرض المصاحب لهيئة الصحة في دبي لهيئة السياحة زي فبيكون عندنا منصة من خلالها ممكن نعرض شو آخر التطورات اللي موجودة وكيف نجذب السياحة العلاجية والله دكتور أنا أشوف حتى الطبيب الخبير هذا العالمي بعض الكوادر العالمية اللي بيون دبي إن شاء الله يشوفون العيشة في دبي يمكن غير وراه يمغي ويون هني نكسب هم نحن ليش لا طبعا طيب أنت تفكر أنك تثيس في المكسيك ما ترجع دبي صح لا طيب دكتور يعني بشكل عام قبل نسمع مريض القلب يتم يعني وايد في المستشفى أنت الحين ما شاء الله وصلت يعني مستوى عادي من مستويات عمليات القسطرة واللي تتميز فيها يتصح وصار لها يعني بصمة واضحة عالميا حتى في هذا المجال فخلنا نتكلم عن هذه العمليات بشكل عام في أقل من دقيقة طبعا مثل ما ذكرت مرضى القلب قبل مريض الجلطة القلبية كان يلس في المستشفى ويعادل الشهر والتطور العلمي اللي صار من ناحية الأدوية وطبعا التدخل عن طريق القسطرة وفتح الشرايين وتركيب الدعمات ساهم في تقليل نسبة أو مدة المكوث في المستشفى اليوم تتراوح المعدل المكوث نتيجة الجلطة القلبية في حدود الثلاثة إلى أربعة أيام وبعدها المريض يطلع من المستشفى يغادر يغادر الحمد لله الحمد لله وعدنا برنامج عادة التأهيل حق هذه المرة جميل دكتور في ثلاثين ثانية كلمة خيرة تريد توجهها قبل أن أختم الوقاية 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 خير من العلاج الوقاية خير من العلاج يا جمعتر خير نحافظ على مستوى يعني أو على نمط حياة صحي لنا بالرياضة بالأكل دائما نقول المعدة بيت الداء واحد أمور الواحد ممكن يقي نفسه للوصول لمثل هذه الحالات اللي قد تؤثر علينا بشكل كبير في حياتنا وممكن ندفع ثمنها غالي عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد تقبلوا تحياتي شكرا لك دكتور فهد بصليب دكتور فهد بصليب رئيس قسم الاستشاري ورئيس قسم القلب في بنسج فراشد وأيضا شكر لمتابعينا على الإنستجرام وحتى اللي كانوا موجودين معنا عبر الإذاعة حتى نلقاكم قمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي